الناس في تناول المسكنات صاروا ما بين شخص يدف المسكنات كأن يشرب موية وبين شخص يعاني من الألم ولكن ما يأكل المسكنات طيب كيف نوازن باستخدام المسكنات؟ المسكنات من نعم الله علينا وميزتها أنها آمنة جداً إذا استخدمت بشكل صحيح بنفس الوقت أكثر المسكنات أماناً ممكن تسبب فشل الكبد إذا استخدمت بشكل خاطئ أهم من نصائح لاستخدام الآمن للمسكنات أول شي لا تبدأ بأنواع مسكنات شدتها عالية يبدو بالخفيف عادة أن تكون مجموعة البرستامول اللي فيها الفيفا دول بنادول خذ الجرع المناسبة لك حسب النشرة المصاحبة للدواء تأكد أنك ما تتجاوز الحد الأعلى الكامل خلال اليوم مثلاً مجموعة البرستامول ممترضمات تعدى أربعة قرام اللي هي تعدل ثمان حبات خلال 24 ساعة لازم يكون فيه مدة كافية بين أخذ الجرعات ترى هذا من أكثر الأسباب اللي تخلي الشخص يأخذ جرعة عالية وبالتالي يتعرض لمضاعفات إذا ما استفدت بالجرعة الموجودة ترى ما راح تستفيد لو زدت الجرعة لأنك أنت قاعد تزيد العراضة الجنبية ما تبقاعد تزيد الاستفادة برضو من المسكنات الشائعة استخدامها مضادة للتهاب غير السيرويدية اللي فيها بروفين روفيناك بولتارين وهذا دائماً يشيع عنها أن تسبب فشل بالكلة نفس ما قلنا عند أخذها بالجرعة المناسبة للأشخاص اللي ما عندهم مشاكل أو قصور بالكلة ما راح تعرضون المضاعفات بإذن الله مهم جداً عند استخدامها أنك تتأكد أنك تأخذ احتياجك يوم من السوائل عشان ما يصير فيه جفاف زي ما قلنا إذا وصلت لحد الأعلى من الجرعة المستخدمة لا تزيد من الجرعة بنفس المسكين وإنما استخدم مسكين من مجموعة أخرى يعني مثلاً أخذت البرستامول ما لحد تحسن بعد ساعتين يمكن تأخذ مجموعة أخرى من مسكنات زي مثلاً مضادة للتهاب غير السيرويدية ولكن عند ملاحظة أنك تستخدم مسكنات وقت أطول مثلاً صداع مزمن ألم سن مستمر يجب مراجعة الطبيب المختص لأن العلاج الحقيقي هو بتشخيص مشكلة وأخذ العلاج والمسكنات هي لتسكين الأعراض ولا تعالج المرض أتمنى لكم صحة جيدة وأجساد خالية من الألم بإذن الله